أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا أن جنوداً إسرائيليين أطلقوا النار على قافلة مساعدات أثناء عودتها من شمال قطاع غزة على طريق حدده جيش الاحتلال لها وقالت مسوعة مدير شؤون أونروا بغزة إن قائد القافلة الدولية وفريقه لم يصابوا بأداء لكن أصبت شحنة واحدة بأضرار مشدداً أنه ينبغي عدم استهداف عمال الإغاة نهائياً يأتي ذلك فيما أعلنت الأونروا أن قطاع غزة يعاني من جوع كارتية وأن 40% من السكان معرضون الآن لخطر المجاعة كما أوضحت أونروا أن 150 ألف فلسطينية أجبرتهم إسرائيل على الهجرة من المناطق الوسطى من قطاع غزة مضيفة أن أشخاص من 308 المحتمين بملاجئ الوكالة في غزة قتلوا منذ بداية الحرب وأصيب 1095